انا اسمي نادا وعندي 27 سنة ووزني يعني حوالي 120 كيلو انا اسماتي عن دكتور كريم صبري من ناس كتير واشوفته في التلفزيون وناس كتير بتشكر انه دكتور شاطر جدا وما حدش بصراحة اشتكى من العملية خالص وده اللي طمني يعني ان انا عمل انا عمل تكميم ان شاء الله النهاردة بقى لي عشر سنين تقريبا وبنزل وبطلع فالموضوع بالنسبة لي بقى ازمة فبإذن الله هعمل العملية النهاردة مع دكتور كريم صبري وان شاء الله خير بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري اشرح لكم شوية حاجات عن تكنيم المعدة في الاوزان اللي هي مش عالية يعني الاوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 و250 الحاجات دي احنا بنعملها دايما لكن في فئة من الاوزان وفئة من الاعمار المفروح نتكلم عليها برضو اللي هي الاوزان اللي هي من بين 110 و120 و130 الاوزان طبعا احنا يعني دي من الناس او الفئات اللي هي مصابة بالسمنة المفرطة ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هما بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا مزول الوزن خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجة اه سنية كبيرة او درجة وزن عالية اوي عشان نعمل عمليات تحويل مصار او تكميم معده لا يعني طالما الوزن او كتلة الجسم زاد عن 35 وبدلين نشتكي من المضاعفات للسمنة المفروض ان احنا ناخد خطوة فعلية لعلاج السمنة المفرطة احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكلس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين يمكن منفكر بقى في تحويل مصارف الناس دول الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة بتزود نسبة الجوع شوية لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين الجزء المعدة اللي احنا بنشيله او بنصغر به حجم المعدة بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي وبالتالي بنشبع عند وجبة صغيرة ما بنجوش على فترات كبيرة وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد تكميم المعدة هي عملية بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة اقامة اقل من 12 ساعة ما بعد اجراء العملية يمكن المنظر بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا طبيعي او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العملية لها طبعا عملية تكميم المعدة من العملية السهلة يمكن احنا نحبها كمان في السن الصغير الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فترة كبيرة بنعملهم تكميم اكتر من تحويل وخصوصا في السن الصغير الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بداية العمر يمكن كمان ده بنحبه كمان في الناس اللي هم بفوق سن الستين سنة ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او بيبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العملية وبالتالي تكميم المعدة هي من العملات اللي هي النكحة جدا في انقاص الوزن والجميلة والفعالة والسهلة كمان في اقامتها ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد اجراء العملية هنطمينكو على سوزنا نادا بعد العملية ان شاء الله وبالتوفيق بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري الحقيقة طبعا دي عملية تكميم معدى تكميم معدى دي عملية بسيطة بتجرب المنزول دي من انتوا شائفين في اللي هي الفتحات صغيرة احنا دلوقتي بنفس الدهون عن المعدة الدهون دي طبعا بالقالة اللي هي النكو بيها دي دي طبعا يعني اللي هي اللي هي شور طبعا في حاجات اللي هي الهارمونيك طبعا احنا بنفسل المعدة عن الدهون اللي هي محاطة بيها بطريقة اللي انتوا شايتينها دي طبعا الاجهزة دي لازم تكون متطورة شوية عشان تقلل فرصة نزيف ما بعد العملية بنفسل الدهون اللي هي مبين المعدة والفولون الدهون مبين المعدة والطرحال زي ما احنا شايتين وقال بسقات حواليها لازم تبكها كويس بحيث ان احنا قبت المعدة نفسها ما تبقاش لسه فيها اجزاء بقية والتالي المريض بيزيد في الوزن ما بعد اجراء العملية ببتدي يسأل طبعا انا مبخصش ديه وتلاقي المعدة بتاعته لسه ستال كبيرة ويعني متسابة اللي هو الجزء اللي احنا بنسلك في ده فاسمه قبت المعدة اي انتسافات طبعا حوالين المعدة بنفكها عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب تلتواء المعدة المعدة زي ما احنا شايفين كده المعدة تماما نتسلك بقياس قوي زي ما احنا شايفين اهه كده انتهت مرحلة التسليق لان احنا بنوصل ل Padzięk او نسيبها واسعة سيادة عن اللزوم او نسيبها وسعى سيادة عن السجوم طبعا اثناء التدبيس المفروض ان احنا ما نسيبش مساحة وسعى او ناخد مساحة اكتر من الطبيعي بحيس المادة ما يكونش فيها اي نوع من الديق او وده ممكن يسبب العيان طبعا نوع من الترجية مبادة العملية او نوع من مماشي يجبنا طبعا طبعا الوجي موجود لما بندوس الدباسة او بندرب الدباسة بالتده هي الدب اسطلق صفوف يمين وثلاثة شمال ويبقى فيه سكينة في الوسط ما بين الدبيس زي المنظر اللي احنا شايفينه ممكن داخل الوجي شوية طامن على الوجي او اطلع فوق منسيبش جزء خلفي خلف المعدة طبعا ده بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العملية المعدة زي ما انتم شايفين كده طلع زي اللي شيب اهو ده حرف ال بعد كده متجهز بقى اختبار التسريب فاضل كده مساة الدبوس واحد وهنا نجهز اختبار التسريب بعد شوية ممكن بقى نعمل اختبار تسريب نرجع بالوجي هنلاحظ بقى اختبار التسريب احنا نحط الدبوس تحت ضبط جامل المعدة دلوقتي منفوخة لدرجة كبيرة طبعا عاملة زي البلونة احنا قطلنا اهو عاملة زي البلونة حاسنا تبقى ضبط على الدبوس طبعا الدباسات طالع مابيش دبوس يمين ودبوس شمال حاسنا ما حصلش فيه التواء عاملة زي الخياروية كده زي سوعة الموز زي ما احنا شايفين حجم صغير جدا استريت وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضب النزيف بنعلب ضبط شوية وبناخد طبقة زيادة دبون فوق المعدة بحيس ان هي بقى تقلل فرصة وجود نزيف او وجود اي اه مضاعفاتنا بعد العملية شكرا نزيل انا بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي ندا وعندي سبعة عشرين سنة ووزني كان مية وعشرين كيلو وعملت تكميم والحمد لله يعني فوقت اه بعد ساعتين تلايت كده بس محسيتش بالوقت خالص يعني اول ما دخلت عملت العملية وفوق ما حسيتش بوقت العملية ولا باي تعم وتمشيت بعد العملية على طول وكل شوية لازم اتمشى والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا يعني غير كل المخاوف اللي انا كنت متوقعها بصراحة يعني والدكتور كريم صراحة دكتور محترم جدا هو التيم بتاعه وانا بشكرهم دكتور سمير ودكتور محمد واسراء السيستمت بتاع الدكتور كريم والله يعني بجد ناس سوق جدا وناس محترمة والمكان جميل ومضيف وابا انصح الناس كلها انها تعمل تكميم بصراحة يعني عملية سهلة وبسيطة ما فياش اي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلامة كندا والحقيقة طبعا تكميم المعدة ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى الاعادة يعني الاعادة للعامل او الاعادة للحياة او رهابيليتيشن ما بعد العملية ها طبعا الاستيكول اللي حاصل احنا ما بعد العملية بنقدر ان احنا نتماشى بعدها بساعتين ساعتين تلاتة بتلاقينا بنتحرك بصورة طبعية بيكون يعني يمكن سهل وسريع بما بعد العملية احنا يمكن استيكول اللي حاصل ما بعد العملية بساعتين او تلاتة بنتين نتحرك بنشرب بساعتين تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعية بنقعد يوم في البيت ولو عايزين ننسل شغلنا ما بعد العملية عملية تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم المعدة الى جزء اقل من الطبيعي عشان نحنا بنبترين الانشبع بسرعة ممنجوعش على فترات كبيرة عملية التكميم طبعا هي عملية بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة اقامة يوم واحد في المستشفى ما بعد اجراء العملية نزول الوزن بيبقى تدريجي وصورة صحية سليمة ويعني طبعا هي تكميم المعدة من العمليات الخفيفة يعني والقوية في انقاص الوزن والحياة طبعا نزول الوزن ما بعد العملية بيبقى نزول صحي سليم مؤكد لانها متخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نجبع واثناء الوجبة الوحدة يعني الشبع بيكون اقل شوية يعني بنحاول نحن ناكل كمية كبيرة بدون ونحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كمية كافية عملية تكميم المعدة بتقوم على تقليل حجم المعدة الى جزء صغير بنبتلي بناكل فيه بنشبع بسرعة بنجوعش على فترات كبيرة الحياة طبعا ان كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعدة بنتخلص منه وبالتالي بنشبع بسرعة وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ومؤكد ان شاء الله اشتركوا في القناة الشعر من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون بتتأثر سواء بالحالة النفسية او الحالة المرضية يعني هنلاقي مثلا لو واحدة نفسيتها تعبانة هتلاقي شعرها بيقع او واحدة عيانة هتلاقي شعرها بيقع لو الواحد نفسيته تعبانة شوية ممكن شعره يخف ما يتولش لانه طبعا احنا قلنا ان الشعر ده بيتنفس وبيحس وحاجة حية فاي حاجة مؤثرات خارجية بتأثر فيه بشكل سلبي كتير فطبعا كلنا في وقت من الاوقات بنمر بظروف سواء صحية او بظروف نفسية فده بالتالي بيأثر على شكلنا بالسلب احنا النهاردة هنتكلم عن منتج هينقذ الشعر من المشاكل دي كلها يعني الشعر اللي ما بيتولش ممكن يتول الشعر الخفيف ممكن يتقل الفراغات فيه بنات كتير عندها فراغات من هنا او فراغات من جوة شعرها او رجال كمان هيساعد ان الفراغات دي تختفي الحقيقة انا شايف انه هو منتج هايل جدا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة هنتكلم عن ساينو ماسي هير بس خلوني ارحب في البداية بضفتي العزيزة دكتورة اان امحاوي احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير ازيك دكتورة ايه الاخبار طبعا زي ما انا قلت انه الشعر بيتأثر بأي حاجة بأي حاجة سواء الواحد خس سواء الواحد واحدة حامل وبتردع مثلا سواء كبر في السن سواء عنده حالة نفسية فمشاكل الشعر كتير جدا ساينو ماسي هير بيعمل ايه للشعر ايه المشاكل اللي بيعالجها ساينو ماسي هير انا هقولك انتي قلت دلوقتي كلمة مهمة جدا وهي فعلا انه هو منقذ هو فعلا منقذ للشعر المتهالك اللي بيقع بطوله الشعر الهايش الشعر التالف الناس اللي هي سبغت كتير وشعرها بقى مرهق جدا الناس الستات اللي هم الحوامل او اللي بيردعوا طبعا كل ده شعرهم خلاص هو يعني بيبقوا صحتهم شوية ضعيفة طبعا احنا كلنا عارفين الوقت ده بيبقى صعب شوية شعرهم بيقع الغيزة بيبقى اقل شوية في الشعر ما بيوصلش ساينو ماسي هير ده المنقذ فعلا زي ما انتي قلت منقذ ازاي انه هو في كمية اكتف انجريجينت كلها قوية جدا اول حاجة فيها ساو فالميتو ساو فالميتو ده عشبة احنا جايبينها من امريكا استخلصناها ده حاجة مهمة جدا انها بتوقف سقوط الشعر وده اول طريق العلاج ان انتي توقف سقوط الشعر وبعد كده تبدأ يتعالجي تبدأ يتبصي بقى ان شعرك يطول ببهر يبدأ يطلع ان شعرك يبقى ناعم ان هو يبقى في فليكسابلتي اه فاحنا بنتكلم رقم واحد عشبة الميتو ده انه هو بيعمل ايه بيروح بيقفل الانزيم او الانزيم اللي بيروح يهاجم البصيلة بتاعت الشعرية بيوقع يعني هو فيه المادة اللي بتمنع تساقط الشعر بالزبط دي رقم واحد وده اللي هنمتني بيه في اول حاجة في العلاج وهو طبعا احنا نتكلم عليه انه هو برودكت علاجي هو علاجي طبعا يا دمعة يعني هو منتج علاجي للشعر والالدانتش اللي فيه ان هي انت تتكلمي عن حاجة انت لو جيتي خلاص علاجتي شعرك حبيتي مثلا انت خلاص راضي عن النتيجة واكيد هتردي حبيتي ان انت مثلا تريحي شوية شعرك مش هيوع دي حاجة مهمة جدا دي ميزة بصراحة لانه انا لما سألتك ايه المختلف يمكن قبل الهواء ايه المختلف اللي فيه عن كل منتجات الشعر قلتي لي الميزة اللي فيه اللي مش هتلاقيها في اي منتج تاني انه لما توقفيه شعرك مش هيتنكس يعني مش هيرجع يقع او يحصل له تراجع مرة تانية بزدد وقفيه في اي وقت انت عايزيه شعرك خلاص انت راضي عن النتيجة خلاص عايز اتوقفي اتوقفي بس انا بنصح اي واحدة واي ستة واي راجل بيستعمل حاجة مبسوط بشعره ان هو بدأ يطلع وشعط له بقى احسن ونفسيته بقيت احسن دي ما يكملش لانه الطبيعي احنا بنهتم بحاجة زي اهتمينا مثلا ببشرة اهتمينا بشعر خلاص احنا شايفين احنا مرتاحين نفسيا طب خلاص نكمل مفيش مشكلة يعني هو حتى لو انا ما عنديش مشكلة ممكن ان انا استخدم سعين ونفسيا طبعا هو بس مش عشان سقوط الشعر هو احنا بنديكي ان هو يبقى لامع ان هو يبقى صحي ان هو ما يتقصفش ان هو بتي لما تيجي تصراحي تعرف تصراحي ما فيش تشابك ودي حاجة مهمة لما قديكي منتج بيديكي لمعان وقوة ويزود كسافة ويخليكي تقدري تصراح تقدري وانتي يعني انتي عارفة بتشوفي كده الناس يبقى شعرها بيلمع وبتحرك كده فهما الناس دي بتبقى 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 ممثلات مثلا والناس دي ازاي شعروهم كده وهي الفكرة كمان ان شعرنا يبقى صحي من غير مثلا من حطله فيه ناس ممكن تتقل بإكستانشنز مثلا الإكستانشنز دي اكتر حاجة بتوقع الشعر كمان ده اكتر حاجة مديرة للشعر وبتنحل الشعر فاحنا مش عايزين كده احنا ليه ما نغزهوش بحاجة طبيعية مفيش فيها اي كيميكا الكمباونز ويبقى احسن لنا طب انا عاوزاكي تقوليلي السيكس اكشنز يعني ست حاجات اللي بيعالجها ساينو ماسي هير اول حاجة احنا اتكلمنا فيها ستوب هيرلوس ان احنا بنوقف تساقط الشعر قلنا بساقط الميته طبعا استيميوليات هيرلوس ان احنا بنزود نمو الشعر بنزود نمو الشعر ازاي احنا عندنا كافيين كافيين ده بيزود بلات سابلاي او بلات تيكليشن في الشعر في دورة الراس دورة دموية دورة دموية دورة دموية بصدق بنعمل ايه بقى يعني الكافيين ده مهمته ايه ان احنا الشعر ده زي ما انتي قلت في الاول انه هو كأن حي كأن حي يعني دورة حياء انه هو بيجيله وقت ويقع طبعا احنا كلنا عارفين انه هو في الطبيعي ان الشعر في اليوم من 80% طيب احنا دلوقتي عايزين دورة الحياء بتاعت الشعرية دي انها تزيد الكافيين بيزوده 33% بمعنى ايه بقى يعني الشعر بيجيله وقت ويعجز ويقع لأ احنا بنمد في دورة حياته في عمره بنمد في عمر الشعرية بنمد في عمر الشعرية طيب احنا دلوقتي الكافيين مش هلقدي كده بس احنا بنقول انه هو بيزود يعني هو مكتوب هنا برضو انه هو انه بنزود الكثافة ازاي ان احنا عندنا الكافيين برضو الفوليكل اللي هي البوصيلة البوصيلة بيطلق شعرية واحدة طبعا مع استعمال صينوما سير مش مش لوحدها اه لا هو الطبيعي ان البوصيلة تطلع شعرية بصدق بصدق سعينه ومسي هير هي خليها بتطلع اكتر من شعرية عشان كده احنا بنقول انه هو بيزود كثافة الشعر ازاي ان انت البوصيلة الواحدة بتطلع كذا شعرية بتلاقي شعرك تقل بلاس انه هو بيعمل كوتنج لان احنا عندنا برضو الالوفيرا الوفيرا دي بتعمل ايه ان انت بتعمل بصدق بيغلف طب انا غلفته حافزت على الشعرية مش هتتقطع ملاقيش شعري بيطول لحتة وبعد كده يقف مبيطولش تاني طب هو مطولش تاني ليه لانه هو جاف اه مش مارن فتلاقيه راح متقطع بتصرحيه طب هو شعر اللي مبيطولش يعني لو الشعر مفوش مشكلة غير انه هو مبيطولش مثلا لا ما هو الشعر هيتوليه بقى انحنا نتكلم ان انت حتى كافيين وعندك بيطين الحاجات دي عناصر اساسية للمو الشعر فما فيش مجال ان هي ما تطولش يعني احنا بنغزيه وبنهتم جدا يعني برضو الالوفيرا بتهتم ان انت مبقاش عندك انت يعني هي فيها خاصية انت بكتيريا انت انفلاماتري يعني مفيش انفلاميشن مفيش حكة مفيش التهبات مفيش بكتيريا بالتالي مفيش قشرة صحيح فما فيش شعر بيوقع هتلاقي شعر طبيعي جدا بيوصل له دورة دموية كويسة بيوصل له غيزة كويسة اوي من الفيتامينز بالحاجات اللي عندنا في سينوماسي هير بلس ان احنا عاملين برضو التكنيك بتاع او يعني هو معمول ازاي انه هو بنانو تكنولوجي نانو تكنولوجي ان احنا صغرنا الوضايقات جدا وخلناها بيور اوي بحيس ان هي بتختارك مسام بتاع فروة الراس طب ما يعملش اي اثر دهني لانه فينا شعرها قريدي بيعمل كده طب اي اي صح عندك حق بس الناس يعني هو ميسته ان هو مفيش الاصر الدهني ده خالص ورحته حلوة جدا فانتي يعني زي من قول كده ايه لا احنا استفدنا بحاجتين ان هو ما بيحسيش ان شعرك مزيد فينا اصبحت رحته حلوة طب ما بيتعرضش يا دكتورة ان مع مثلا ان انا اسبغ او ان انا في ناس بتعمل فرد مثلا او سشوار او كده الحاجات اللي احنا بنعملها كثير ده علاج هايل للناس اللي عملت سبغة وبوزت شعرها واللي عملت فرد وبوزت شعرها واللي عملت كل الحاجات السشوار والكلام ده كله اللي هارجت من السطيف لان الشمس لها نفس التأثير بتاع البشر حرارة او البشر وشعر بيتأسطروا جامل جدا باشعة الشمس طبعا اشعة شمس الدرة فاحنا بنعمل ايه كمال هو في ان هو بيعمل كوتنج فانتي حاميتي من كلام ده كله حاميتي من رطوبة حاميتي من اشعة شمس درة حاميتي من حياة كتير قوي عوامل خارجية بتأثر على الشعراية تخليها جافة تقطع شكرا كده خلاص الاستعمال بيكون ازاي؟ الاستعمال ان انتي بتروشي يعني هو رشي سبري بالزبط كده اهو بتروشي من اربع لست بخات على فروة الراس بتدليك كويس قوي طبعا عشان نضمن ان هو توزع كويس على فروة الراس بيبقى على بشرة صوري على شعر جاف ايو شعر جاف على فروة جافة ليلا ليلا ليه علشان احنا دايما عارفين ان المسام بتتفتح اكتر وقت في الليل فمسام الشعر الفروة الراس بتتفتح حيبقى البرودكت بتاعنا ان هو يمتصد كويس قوي طب احنا قلنا قبل كده ناهاي بناني توكولوجي فا احنا خلاص اوكي قريدي عارفين ان هو جزيئاته صغيرة فبيمتصد كويس قوي ما بيتغسلش؟ لا ما بيتغسلش احنا بنخص الشعر في المعدل الطبيعي معدل الطبيعي ان هو من مرتين لتلاتة لو شعرك دهني طيب اذا الساينو ما سيهير لو شعر بيقع ويوقع في التساقط والميزة انه بيطلع بصيلتين في الشعراية بيطلع شعراية شعرايتين في البصيلة مش شعراية واحدة وده اللي ممكن يكون مخليه مختلف كمان عن اي حاجة تانية الشعر الخفيف بيتقل لو ما بيتولش ما بيتولش هيدغزة ويتول وبيعمل كافر كمان للشعر المجهد او التالف او الهايش صحيح بالشكل ده طيب الناس تجيبوا ازاي يعني تحصل عليه ازاي هتلاقي الارقام عن تكع الشاشة موجودة تلوقتي بيتصلوا المندوبين بتوعنا بيروحوا لهم لو في الكاهرة في نفس اليوم لو خارج الكاهرة يعني تاني يوم طيب انا شايفة انه هو هايل جدا وكلنا لازم نعتني بشعرنا يعني انت عارفة كمان لانه بنستهلك شعرنا كتير قوي قوي وبنجهده وبنتعبه كمان مع السن الشعر بيقل بمناسبة السن احنا فتحنا موضوع السن ده احنا متكلم انه هو فيه روز ميري روز ميري الابحاث طبعا مش انا اللي بقول الابحاث قالت انه هو بياخر نمو الشعر الابد الشعر الابد اللي طلع مناش دعو به طبعا لكن فيه ناس تغيرين في العشرين وخمسة وعشرين شعرهم تلاقيه بيض او يعني بدأ يظهر لهم شعر اابد لا هو بياخر نموه والبيوتين برده والبيوتين فيه ميزة او دي حاجة معروفة عنه انه هو بيحسن الخلايا بطاعة فروت الرأس يعني خلايا بيجدد الخلايا بيجدد الخلايا ما يفروت رأس احنا بنتكلم على حاجة حية هو بيحسن الخلايا بتاعة فروت الرأس فانتي ضمنه دلوقتي شعر صحي فروت رأس نضيفة مفيهاش قشر مفيهاش باكتيريا مفيهاش انفلاميشن اه في نفس الوقت الدم بيوصلها و الغذاء بيوصلها والبيوتين اللي عندنا بتوصلها كويس اوى عشان انه تكنولوجي اللي احنا اتكلمنا عنه فانا مضياكي كل حاجة اه كل حاجة محتاجها الشعر فحاجة بسيطة جدا لانتي محتاجة شكشكة ولا انتي محتاجة تاخدي اقراض تتاخذ عليك بيتعارض مع الحاجات تي لا لا خالص خالص مبيتعارضش مفيش اي تعارض يعني اللي عايز يعمل كده اوكي بس في ناس عندها فوبيا من ال مش شكشكة والحاجات دي انا خلاص انا في غير عنها ما بتحبش تاخد ادوية بالبق الادوية طبعا فيه انا سيقولك معدتي واجعاني بياخد ادوية كتير اه وبعدين بيبقى هو تحت مكمل يعني تحت بند مكمل غذائي تلاقي ناس بتتخن جالها استرس انا تخنت عصبي ثابت شعري وقع في ناس تانية تلاقي عندها شعري زايد بسبب التابلت اللي بتاخده اه فانا عالكتلك حاجة بس بري يعني تجنبنا كل المشاكل دي بس ده حاجة بكودك تواحد بس تساقط طبعا بيقف على طول ده اول حاجة تاني حاجة اللي احنا نتكلمنا عنها ان احنا بيزهر بيبي هير بيبي هير ده يعني احنا دلوقتي البرودك بدأ يشتغل شغلته التانية اللي هو وقفنا تساقط شعر بينمو هنفضل طبعا نستمر لمدة ثلاث شهور عشان ذي دورة حياة الشعر طيب احنا عايزين طبعا نتيجة احسن عايزين كلمته هنزود بس احنا نتكلم لمدة ثلاث شهور هتلاقي شعرك يعني انت راضي عنه تماما انا بشكرك يا دكتورة آن على وجودك معايا ومبسوطة بسعين ومسيهر جدا شكرا لكي هنروح لفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا استاذة سميرة كانت بتعاني من اثار التقدم في السن واعلان للمركز الطبي على التلفزيون هو اللي غير حاية هنالافضل انا بقالي فترة بعاني من تجعيز في الواجه وهلات صودة تحت العين رحت لدكاترة كتير ما فيش نتيجة واخيرين وانا قدامي التلفزيون شفت اعلان المركز الطبي جيت على طول هنا ويا ربي يكون في نتيجة كويسة انا بقالي اسبوع عام لأول جلسة وشايف نتيجة موفقة وحتى كل اللي شافوني من اصحابي الجيراني قالوا ان المركز الطبي دهيل ونتيجته حلوة وان شاء الله اكمل بقيت الجلسات ونشوف نتيجة احسن انا دلوقتي خلصت كل الجلسات بتحتي ولقيت نتيجة موفقة وهيلة جدا وانا بنصح كل الناس اللي عندهم الحالات اللي كانت عندي يجوا لمركز الطبي وحيشوفوا نتيجة هيلة جدا وموفقة باذن الله قصص نجاح المركز الطبي كتير بس اكيد اللي جاي اكتر وافضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب هنتكلم دي عن في فقرتنا دي عن الفيلر واستخدامات الفيلر المختلفة وانه الفيلر دلوقتي يعني المتعرف عليه زمان انه كان بيستخدم من الملء الاماكن الفضية او الشفايف او يعمل خدود بالمعنى البسيط كده تعملي شفايف تعملي خدود تعملي مشارفاية دلوقتي الفيلر كمان بيستخدم لنحت الوش بيعمل الكنتور بتاع الوش وده المودة دلوقتي وناس كتير جدا يعني بتحب تتبع المودة والدور على كل ما هو جديد فاحنا نهاردة هنعرف ازاي بالفيلر اولا ندري عيوب تاني حاجة نحنا نملى تالت حاجة نحنا نعمل نحت وتحديد للوجه مع ضفتي العزيزة اللي بحبها جدا وبسعد بلقائها دكتورة رباب الرفاعي اخصائي جراحة التجميل والليزر بالمركز الطبي وعضو الجمعية الامريكية للتجميل والليزر يا اهلا يا اهلا يا اهلا الاخبار وليلي بقى ايه موضوع الا... الركونتورنج اه ايه بقى المودة انتبع انتم اعتووا موضوع على الكونتورنج زاي ب으� doubts اه لا ده تطورkk بقيا دلوقتي الاسهل اننا نعمله بال Haeكπ بنعمله بحقنة الفего لعese الان بقا زي بقاء البلور لتحت نرسمه وازاي بقى المدور مربع وازاي المربع المربع هو ايه مضوعته يعني ايه موادله هو عوض الأمين اياه في اخر مقاييس الجمال المسلث المقلوب المثلث المقلوب اللي هو بيبقى الجبهة هنا عريضة ونازل محدد لتحت. محدد لتحت ده يشمل حاجتين. ده اللي هنحكيه في الحلقة دي النهاردة ان شاء الله. المثلث المقلوب يشمل ان انا عندي كومتورينج للخدود. خدود مرسومة. دي ممكن اعملها بالفلر ممكن اعملها بالخيوط او بالاتنين مع بعض حسب الحالة. يشمل برضو ان انا انحط المنطقة دي. اه. واخليها مدببة لان ده من الموضة. اه. او الموضة الاكتر برضو او اللي تتناسب. يعني انا انا محبش كلمة الموضة في الوجه ولكن يتناسب مع شكله. بالزبط. اه. لو الوجه مدبب او او نحيف او ممكن نعرضه ونعمله الانجل اللي بنسميه تكسس. اه. او ابتسامة تكسس او تكسس. اه. منتشرة جدا. وبين يومين دول دي. منتشرة جدا. وبيني وبينك يومنا لما اشتغلناها على حالات من الناس اللي هي النحيفة اللي واجهها اه اه طويل او بيضاوي. اه. فعلا نجابت معاهم نتيجة رائعة جدا. اه. ممكن هنشوف في الصور دلوقتي ازاي ورونة الصور دا. بيحول ابتسامة تكسس او فلر تكسس ازاي بنرسم به ونحب به الوجه. اه. هنا عملنا نصين. خلينا نشرح على النصين قبل وبعد. اوكي. يعني متعمدة الوضع دا. حولنا احنا عملين فلر شفعيف باين. اه. طبعا. هنا الخط الابيض المتقطع اه في الابل نازل واخد الكونتور اللي عادي بتاعه الشهل هو مفيش انجل. اه. خلي بالك من الناحية التانية عملنا الانجل بتاع تكسس اللي هو ندي عرض. بقول لكم ايه دا نص الناس المعروفين عاملين الموضوع دا في الوقت. اه. 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 موضع. اه. موضع. اه. موضع. اه. ان كان لوق بلد اسمها تكسس ديت. في امريكا كان كل الناس هناك بيلعبوا رياضة واقوية. فواخدين لوق حلوة قوي ان هما هالثي. اه. فاللوق بتاع تكسس دا اللي هو الصدغ المرسوم دا. شايفها الانجل بتاعة الماندبل بينا ازاي. بنعمل معاها كمان التشان دامبل بنعمل معاها كمان سمت الحسن. طبعا الحسن. بالفلر. معقولة. بالفلر. لا 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 لا. طبع الحسن يا جماعة. طبع الحسن اللي هنا. اه. بيتعمل بالفلر. بنعمل طبع الحسن بالفلر. وده على فكرة من ضمن حقن تكسس. يعني تكسس بنعمل فيها الانجل او التعريض بتاع الواجه من هنا. ايو. عشان ندي قوة كونتور كده. خصوصا مع الناس اللي وجهها عريض من الخدود. ام. ونازل نحيف من تحت. ام. فبندي عرض اللي هو حقن التكسس كل دا بالفلر ايومنا احنا عماناش حاجة. فلر. مفيش ولا اي جاست حقن. خلاص. وبنعمل اللي هو تشان دامبل اللي هي بنعمل طابع الحسن او سامة الحسن بنعملها بالفلر. طب تروح بعد فترة زيها. دايما ادي رانج للفلر سنة سنة وشهرين. لو اللي هو الجسم ما بي تفعلش مع الفلر بصعار. بس ديها دايما سنة سنة وشهرين. في ناس بتعملها سنة ونص وسنتين كمان. اه. بس دي ممكن تتعامل جراحة. اه جبا. تتعامل بالجراحة وتتعامل بالخيوط. بجراحة اكاردنج الخيط اللي هتستعمليه. لو برلين هيقعد معاكي فترة طويلة. لو ذكر اللي ممكن يقعد معاكي ثلاث شهور. اه. بالخيوط اللي هي الخيوط التجميلية ممكن يقعد برضو فترة محترى مائيا طويلة. اه. ازا اه. بالفلر بتتعامل الدول لطلعين موضة. اه. اه. لعد متين دول لطلعين موضة او. بزاية الناس النحيفة تلوك. بزاية الناس النحيفة. اه. معنا صور تاني. اه. معنا صور تاني. هنشوفها دلوقتي. وبيتعامل طابع الحسن اللي هو ايه. الحكت طبعا الحسن دامبل ده بنعمله بالفلر. بنحقنه بالفلر. ده من الكونتورينج بتاعنا. كمان الدقن دي ساعات بتكون قصيرة جدا. فبتدي طبعا احنا اتفقنا ان احنا دايما نحط صبعنا كده. لازم الاطوال كل الانف مع الشفايف مع الدقن يلامس صبعنا. هو التساوي في التلامس ده من علامات الجمال او من علامات تساوي المنطقة دي. لو الدقن اقصر وملامستش الصبع بنحنتاج ان احنا نطولها. لا تمام. بجر. لا زي فول بجر. خبطت في الشفايف على طول. نجرب لازم نجرب. اه لازم نجرب. اه. فبتلاقي في المقيس المزبوطة كل متساوي في تلامس مع الصبع. طب لو الدقن اقصر شوية. لأ احنا بنوصلها بالفلر ان احنا بنطول الدقن شوية ونحددها ونرسمها. بحيث انها يبقى الانجل كلها متساوية. يعني دي انت عرفت دي لما تبقى قصيرة فعلا كمان بتعمل زي ضب كده شوية لبعض اللي يبقى كأن الفيس بالجينج اللي قدام كده ويبقى مش مرسوة. فلما بنطول دي اولا انت عرفة مع التقدم في العمر بيحصل بون ريزوربشن. يعني ايه بون ريزوربشن؟ اللي عزام بتتأكل. فبتلاقي المنطقة دي عند الناس اللي كل ما كبرت لقيا دخلت لجوه. فبتعافي السن السيدة دي تكبر للمنطقة دي نحفت ودخلت لجوه والدقن صغرت. فبنعوض بقى الانسجة اللي راحت ديها بالفلر بنعوض هنا ونطول الدقن شوية. فبننحط منطقة التشان وبتدي نتائج اكتر من رائعة وبتغير الشكل تماما. اه ساعات كنتوا بتعملوا حاجة هنا برضو هنا في الحطة دي. اه برفع اللي كديم للحاجات المهمة اوي اللي هي طلع موضة جدا جدا تجميل الانف بدون جراح. ديها اللي طلع اوي. اولا اه الفلر ليه دور في ان انا ارفع ارنبت الانف التاب بلاستي. ان انا قدي شوية من رفعة الانف عشان ما يبقاش للناس اللي عندهم النوز سادل شوية او نازلة. في عندنا ساعات ودي بتبقى قامل اوي الناس اللي عندها الهارب عالية وفيه في المنطقة دي من العضم دخل الجوه. بنعوض المنطقة دي وبنحقن فيلر في المنطقة دي بنعمل تجميل وتساوي ليه الكنتور بتاع الانف بالفلر. بالفلر ما عملاش عملية. نحن مخدر موضعي ومن غير مخدر كمان بنحط كريم ونحقن الفلر بنساوي المنطقة دي. يعني انا النهاردة احب ان انا تكلم عن الحاجات التانية اللي الناس متعرفهاش للفلر. بالزر. يعني كل نس فاكرة انه الفلر ده هعمل خدودي بيه ولا هعمل شفافي بيه وخلص وشكرا على. احنا بقينا بنجمل الانف بقينا بنرفع التب بتاعت الانف بقينا ممكن نرفع الحاجب. انت ما احنا عارفين ان الحاجب بيترفع بالبوتوكس. او خيوط. او الخيوط. ساعات الوقت فيه ناس من قطر محقنة بوتوكس مباش تستجيب قوي او استجابت العضلة ضعيفة شوية. فبقينا بنرفع الحاجب بحقن فيلر في المنطقة اللي تحت الحاجب. وبيرفعها بيدي نتائج ممتازة جدا. او هي زي هنا كده. وهي حالة اللي هو الهالات. دايما تسمعي دلوقتي يومنا فيه حاجات الافتكاسات طلعة كده. علاج الهالات من جلسة واحدة. او. بس عارف يا دكتور رباب ساعتنا بتبقاش هالات. هي بتبقى الحتة بس دي دخل الجو. وفيه حفرة بتديني فرق إضاءة كإني عندي هالات ولا ما عنديش هالات. صح. فلما بحقن الفيلر تحت العين. طب هتقولي السورة تانية بعد. في الجروف ده. في الحفرة دي برفع الحفرة ديت او النزول ده. فبيديني إحساس بالتساوي. وكإني عالجت الهالات في حالة واحدة. دي كانت يعني مراوحة مبسوطة جدا. وكادش مصدقة هي والدتها انها هتتعالج في جلسة واحدة. طبعا. وبواسيط بتقال بتحط حتى شوية صغيرين ما بتحطش. جدا. وفيلة داخل خاص. خاص. بتحت العين. كمين. اللي عندي تركيزات مختلفة عليه الفيلر. في الفيلر الخفيف جدا بنحقنه تحت العين. الفيلر الوسط بنحقنه في الشفاء. آآ. الفيلر الاتقل شوية في تركيز الهالرانيك أسد بنحقنه في الشيكس. آآ. بنحقن فيها في الشيكس. آآ. عشان هو ده اللي بيرفع وبيديني فاليوم. آآ. والتركيزات المتوسطة بقى بنعمل بيها النازولابيال. وي بنحدد بيها آآ. آآ. الكونطور بتاع الوجه كله. طب في حاجات ممكن مواد ت تضفيها على الفيلر تعمل آآ. لا. هو الفيلر آآ. انتي عارفها بتبقى السيرنج كده معقمة بتيجي مقفولة ما بندفش. ولكن مؤخرا شركات التجميل كلها برا مصر أضافت مواد من الكالسيوم آآ. اللي بتعمل على إطالة مدة الفيلر. آآ. بيخليه يفضل فاترة طويلة. آآ. 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 آآ آآ. 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 آ إحنا عملينا أفر 50% لكل المهمهات وطبعاً والسيدات اللي هما بالدخول المدارس إحنا مهمهات جداً والله حاسة نفسها تعبت قوي يعني ما تفكرينيش متفكريني لإيه أنا وإنتي مهمهات كده كل الأنسات الحلوين والسيدات والمهمهات اللوزاز قوي عشان بداية الدراسة فإحنا عمل لهم أفر لطيف جداً عرض 50% أفر على كل المانوفرز التجميلية تشجيعاً مننا ورفعاً للمعنويات والله بصراحة أنتوا كده فعلاً هترفعوا المعنويات لأن المعنويات نازلة ونظارة وكل المانوفرز بتاعت التجميل يعني ممكن يكونوا مكسلين بس مع العرض ده مش هيكسلوا بعد الوقت وإحنا حسين بيوم برضو فتاخلت أن العيال تخلص مذاكرة وتزبط الدنيا وكل حاجة وتروح تروأ نفسها بقى وده حجة بقى لا طبعاً هو مفيش حجة طبعاً خاصة أنه الحاجات دي بقت سهلة يا دكتور رباب دلوقتي جداً وبتجيب نتيجة حلوة قوي ومش عيب أنها تتعمل يعني عارفة من كام سنة بتقولك إيه ده الحقي ده عاملة بوتوكس وفيلر وعملة مش عارفة إيه لا 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 خالص دلوقتي لايب أنك ما تعمليش لايب أنك تسيب نفسك ما تعمليش والتجميل كله في اتجاه تجاه أنك أنت تروح العيادة ساعة وتطلعي عاملة كل المانوفرز التجملية نبقاش بقى التكنيك أو الفكرة بتاع زمان غرفة العمليات وهنجد لا خلاص تدخلي العيادة بتطلعي حق نحق نقو اتنين وصلتي ليه الهدف اللي انت جاي عشانه والشكل اللي انت بتحلامي به طب هل البوتوكس ليه حاجات تانية برضو استخدامات تانية غير اللي المتعرف عليها البوتوكس دلوقتي زين بقولك يومنا انت عارفة الناس اللي هي بتبقى الجديد بقى طبعا الناس عارفة ان احنا بنحقن به الحق التعبرية أو الحركات التعبرية بنعمل به نيفرتيتي لك اللي هو بنشد به بننحط به المنطقة بتاعت الجولاين شوية بنحقنه في الرقبة عشان تجعيد الرقبة بنسبت به الايلة بتاعت النزايدية اللي هي وحنا بنضحك فيه ناس بتتحرك دي بنسبت بيها المنطقة دي الجديد ان احنا بنعمل به حقن في المسيتر في العضلة اللي موجودة بتاعت المضغة عشان في ناس عصبية قوي لما بتجي بتنفخ او بتشد او بتلاقي والشاهد غير ملامحه ودي تنافخت كده والشكل يعني استخفى الله عزم تلاقي فبقينا بنحقن في المسيتر دي عشان اللوك يبقى احدى حتى لو هي تعصبت مايبقاش فيه أوفر ريكشن أوفر ريكشن ده بينفع مع الولاد بس انتي مبتعرفيش تعمليه برضا انتي برض مبتعرفيش تعمليه طب ليه الكشر وليه الدايق وليه مش عارفة يعني على فكرة التكشيره دي والله العظيم بتعجز صح وبتكبر صح وبعدين فيه ناس كتير تقولك ايه اه انا عندي اه مشاكل بس مش هعمل دلوقتي هستنى انا رصة صغيرة ومش هعمل دلوقتي انا مش مع الناس دي خالص طب وبعدين انا ابشرها يعني اللي مستنية 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 ممكن كل اللي احنا بنتكلم فيه الحاجات البسيطة اللي هشركة وحقنا وحاجة بسيطة ممكن ما تنفعلكيش بعدين ممكن تبقى انتي اجلت مشكلة تتفاقل كبيرة جدا يبقى الحل فيها مكلف وطويل المفعول وتضطر تدخلي او ار قط العملية طب ليه صح صح طيب احنا عاوزين نشوف انتو كمان موجودين على السوشال ميديا وليكم صفحة صفحة المركز الطبي يارد نشوفها معانا على الشاشة بعد اذنكو لانه انت عارفة انه السوشال ميديا لها جمهور كبير قوي جدا بالذات من التين اجرز والبلاد اللي بيتابعوا الصفحة دي صفحة بتاعتنا وعليها الوفر اللي احنا منازلينه في باية السنة الدراسية واي استفسارات او اي اسئلة ممكن نتواصل عليها عن طريق الصفحة وبنرد على كل الاستفسارات طيب حلو قوي لانه انا شخصين في ناس كتير بتبعتلي على صفحتي اسئلة خاصة بالحاجات دي فالصفحة موجودة اهي كانت موجودة معاكو على الشاشة عشان اي اسئلة خاصة بالمركز الطبي تبعتوا على الصفحة دي وتفكري الناس اخر مرة بالعرض اللي انتو عاملينه او عاملين المركز تبعامل العرض الوفر 50% على كل المانوفرز التجميل سواء كانت الاجهزة او حقن النضارة او البوتوكس او الفيلرز او حتى عمليات الشفط فده يعني فرصة كده لطيفة جدا فرصة اللي بدلع ولا بالزبط كده في بداية السنة الدراسية ترفيهم مننا يا صحيح بالأمهات انا بشكرك يا دكتورة رباب على وجودك معايا دايما ببقى مبسوطة بوجودك شكرا دستي العزيزة دكتورة رباب الرفاعي هنروح لفاصل لسا عندنا فقرة اخيرة بعد الفاصل استنونا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسة ومعنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الامارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج ايطال الصنع ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم لانه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو اصغر سنا بعشر سنوات ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم اتري ومقرها سان مارينو ايطاليا ماسي فارم ايجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الامارات ماسي فارم امريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد احد منتجات ماسي جروب الحقيقة الجمال عمره ما كان بيقتصر على سن معين او مرحلة عمرية معينة او على حالة اجتماعية معينة او على وظيفة معينة اي واحدة تقدر ان هي تكون جميلة وتهتم بنفسها سواء كانت صغيرة او في منتصف العمر او كبيرة في السن مفيش منع ابدا ومفيش برضو ما يمنع ان تكوني بتشتغل اي حاجة اي وظيفة معينة وتكوني برضو مهتمة بنفسك وجميلة لانه دايما انا بقول انه ده يعني بيدي كارزمة وبيخليكي مختلفة وبيخليكي ايجابية بشكل كبير والحقيقة انا بيبعتلي رسائل كتير جدا على صفحتي من سيدات عندها مشاكل اجتماعية بسبب وهي عارفة انه هي السبب بسبب ان هي اهملت في نفسها في وقت من الاوقات او مدتش لنفسها حقها وتشغلت في امور الحياة والاطفال والشغل والبيت وده طبعا ده واجبنا كلنا ووظيفتنا كلنا واي واحدة في الاول وفي الاخر هي لازم تكون ام وزوجة ومسؤولة بس ده فيما بعد بيسبب مشاكل والمتضرر الاول هو السيدة فطبعا المشاكل اللي باسمعها انه في مشاكل بينها وبين زوجها وفي مشاكل يعني من النوع ده يعني وبتيجي بتقول انه انا عارفة ان انا قصرت او انا عارفة ان انا ما عملتش اللي علي او انا عارفة ان انا اهملت بس اعمل ايه دلوقتي فيعني هو يعني مفيش حاجة سماها فات القوان او مش هينفع لا كل حاجة يعني تقدري تحوليها من الشكل السلبي للشكل الايجابي بس تاخدي القرار انه انتي لازم تتغيري لازم تحملي حاجة جديدة لازم تحسني من شكلك عشان نفسك مش عشان اي حاجة تاني في الاول وفي الاخر بحب جدا السيدات اللي دايما بتسأل وبتواكب الاحداث وعايزة تعرف ده حاجة جديدة طلعت لأسأل عليها طب اشوفها طب اجربها طب دي حلوة طب دي مش حلوة وكتير بقابلهم بقى في حياتي يعني سواء في حياتي العملية او في حياتي الشخصية من الحاجات اللي الستات معجبة بيها جدا وبتسأل عليك كتير قوي وفعلا هو حق نجاح وانتشار كبير جدا مش بقول كده عشان هو منتج بيطلع في برنامجي لا هي دي الحقيقة هو ماسي درو جولد اللي هنتكلم عنه في فقرتنا دي مع ضفتنا العزيزة دكتورة دينا ابو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم ازيك دكتورة دي ازيك يا يومنا كله تمام الحمد لله يا حبيب بيكلموكي ناس كتير انا عارفة انك سعب بتتواصل مع الناس يقولولك انا خلاص الدنيا سودة في وشي وفات القوان وفات الوقت وانا اللي عملت كده في نفسي وانا اللي قصرت في حق نفسي ده بيحصل؟ بيحصل كتير يا يومنا يعني كتير بتواصل مع العملة يا دكتورة دينا انا متدائقة جدا انا ببص على نفسي في المراية بيلاقي نفسي كبرت فجأة ما كانش عندي التجعيد دي ما كانش عندي الهالات السودة دي الهالات السودة بتقرقني جدا انا جوزي على طول يقولي هو انت شكلك بقى عاملك الازم كتير يعني بتلاقي تقولي جوزي متدائق من شكلي انا متدائقة من نفسي انا ما بقاش عندي ثقة بنفسي انا ما بقاش عايز اروح للشغل ما بقيتش عايز اخرج وانزل في المجتمعات بسبب شكلها الشكل عامل اساسي للثقة بالنفس عامل أساسي للكارزمة الحلوة وعمل أساسي للعطاء يعني على طول أقول ماسيد روجولد يا يومنا حقق نجاح كبير وحقق أمنيات ستات كتيرة جدا يعني كل الستات أمنيتها أنه وشها يبقى حلوة وشعرها يبقى حلوة ماسيد روجولد حقق النجاح أن الشكل الخارجي يبقى حلوة لأنه بيدي نظارة حلوة قوي ممكن تبقى الستة مش عندها المقاييس الجمال العالمية لكن أنت تحب تبصي في وشها فيه صحة بتقولي فيك رزمة حلوة بتلاقي نفسك عايزة تبصي في وشها ماسيد روجولد حقق المعادلة دي معادلة صعبة جدا أنه ننتكريم شركة ماسيد روجولد ننتكريم يقدر يعالج كل علامات التقاطب في السن في كريم واحد معادلة صعبة جدا اتحقق المعادلة دي في ست سنين أبحاث ست سنين كلينيكل ترايلز عشان نطلع منتج فيه ستة وخمسين مكون كل مكون بيشتغل على مشكلة معينة في البشرة فأنت على طول بقول مع ماسيد روجولد أنت دايما الأجمل وعلى طول بقول شعارة أننا نقدر نصغر في الشكل مع ماسيد روجولد شكليا عشر سنوات طيب يعني هو الناس سألت كتير يعني إيه يعني أصغر عشر سنوات في شكلي يعني هو أنا يعني إيه اللي أنتو عاملينه أو إيه اللي أنتو حطينه ماسيد روجولد يقدر يصغر عشر سنين في الشكل لأنه بيحتوي على ستة وخمسين عنصر طبعا أهم من مكونات ماسيد روجولد جزيئات الدهب مش هنلاقي منتج فيه جزيئات دهب فيه كافيار فيه كولاجين فيه مادة الفيلر مادة الهيلرونيك أسد فيه سيرامايت فيه واقي شمس فيه مضادات أكسادة فيه طبعا مرتبات عالية جدا مسترايزينج عالي جدا فطبعا ستة وخمسين مكون في كريم واحد منهم تلاتة وعشرين عنصر فعال يعني كل عنصر فعال بيتحط له كريم لوحده وكورس لوحده فإحنا أخذنا التلاتة وعشرين عنصر فعال في كريم واحد مسأنا أنا أنتو أول نستعمل موضوع الدهب الخالص ده طبعا ماسيدوروغولد بيحتوي على جزيئات دهب مع كل علبة من علبة ماسيدوروغولد فيه سيرتيفجة جارانتي هي بس أنا أسفة أنها ضعت مني بيحتوي على جولد فليكس 23 كارت طبعا العبوة كورس كامل يعني يقولي إيه طب يا دكتورة دينا ده فيه دهب الدهب هيترصب تحت لا أنت أصلا أنا عشان عالبيتي خلصت لو كانت لسه مليانة هتلاقي لو لفتيها كل عروق دهب ماسيدوروغولد ليه سر تركيبة مش موجودة في أي كريم أن كل ضغطة بتحطيها على بشتك فيها دهب كل ضغطة فيها كافيار كل ضغطة فيها مدادات أكسادها فيها فيتامينز فيها معادن فيها بروتينز فيها كولوجين فيها فيلر مع كل ضغطة طبعا يعني أنا مع كل ضغطة أنا هتنزلي كل المكونات دي طبعا وكل مكون يا يومنا لتأثير على البشرة رهيب يعني لو هنتكلم عن الدهب الدهب أول ما بيلمس البشرة بيعمل نظارة حلو قوي لأنه بيعلي البلد سيركليشن وبيعلي الدورة الدموية الدهب أنت يرنكل من الدرجة الأولى يعني بيقدر يقاوم ويعالج التجعيد الدهب وايتنينج إيجنت يعني بيفتح قوي يعني يمكن كتير شفت عملة ما عندهمش تجعيد بس عايزين يفتحه ينوره فالدهب الموجود في ماسيدوروغولد بيشتغل على الميلانين وبيقدر يعالج هلتسودة يقدر يعالج أي بقع أثار حب شبابي يعني يقول لي طب يا دكتورة دينا أنا عندي 18 سنة قريدي بيبعندك حبوب سواء بنت أو ولد والحبوب بتسيب أثار ماسيدوروغولد قدر يوحد لون البشرة ويخلي البشرة كلها لون واحد آه يعني أثار الحبوب دي كمان بتتشال طبعا والهالات السودة ده مهم جدا لا الهالات السودة دي كان كرسى عند ناس كتير ماسيدوروغولد العلاج الأمثل للهالات السودة وكمان الكلف يعني فصل الصيف لما بتنزلي الشمس حارقة جدا وفيها الألترا فيلت اي وبي بتعمل دارك سبوتس بقدر كل حاجات دي تتعالج مع ماسيدوروغولد وطبعا الدهب فيه مدادات أكسادة يعني هو علاجي ووقائي كمان يعني إيه بقى مدادات أكسادة؟ يعني البشرة بتتأكسب من عوامل كتير قوي فبتطلع حاجة اسمها خلايا حرة مدادات الأكسادة بتقدر تلتهم الخلايا الحرة دي وتمنع انتشارها في البشرة الخلايا الحرة بتعمل تعجيز بتعمل تشقوقات في البشرة بتخلي البشرة شكلها شاحب جدا فهو بيحتوي على مدادات أكسادة أصلا قبل ما ماسيدوروغولد ينزل لو كنت بتشتري كريم ليكي أو لأي ستة بتشتري كريم لازم إيه ده ده فيه أنتي أكسادة لازم أجيبه لأن كل الستات عارف أهمية مدادات الأكسادة في الكريم فماسيدوروغولد بيحتوي فعلا على مدادات أكسادة الكافيار كمان فيه مدادات أكسادة يعني أنا كل الكلام ده اتكلمته عن الدهب الكافيار لا يقل أهمية خالص يعني الكافيار فيه خير البحر كله كله معادن كله منيرلز أحماض أمينية مدادات أكسادة وتفتيح يعني الكافيار يقدر يفتح البشرة ويعالج التجعيد كمان فتخيالي كل علامات التقدم في السن بتكلم فيها مع الدهب وكافيار إحنا لسه عندنا مكونات طب إيه اللي بيشد يا دكتورة دين لأنه مكتوب برضو علينا هو بيشد البشرة ده من أهم الأكشنز الكولوجين بيشد البشرة ومادة بقى مهمة جدا السرامايد السرامايد دي مادة شمعية أوردي موجودة في بشرتنا ومع التقلد في العمر بتقل السرامايد دي مادة شمعية بتقدر تلزق الخلايا بعضها أنت التراهل اللي بيحصل لما الخلايا بتبتدي تفك طب يحصل تراهل السرامايد بيقدر يلزق الخلايا بعضها ويخلي الجلد مشدود فطبعا المادة المهمة جدا في شد البشرة هي مادة السرامايد وموجودة بكمية عالية جدا في منتج ماسي دوروغولد طيب فيه ناس كثير بتحكم بوتوكس وفيلر عشان موضوع الشد ده وموضوع التجعيد دي الناس دي بقى بتقولك طب يعني أنا هعرف لو جاء أنا جبت ماسي دوروغولد ده هستغنى بيبع عن قصة أن أنا أروح أحقن والحاجات دي ماسي دوروغولد لا يتعرض إطلاقا مع الحقن بالعكس عندنا عملة كتير في شركة ماسي بتحقن وبتحب حقن الفيلر والبوتوكس وبتستخدم ماسي معه يعني أنا أي سيدة أي راكل بيتفرجوا علينا بيحقنه فيلر والبوتوكس على طول بنصح باستخدام ماسي دوروغولد مع الحقن لأنه بيطول مدة الحقن كمان بيطول مدة الحقن لبيعزز مفعول الحقن وكريم ماسي دوروغولد فيه مكورات محتاجاها البشرة جدا زي ما هي محتاجة الفيلر والبوتوكس في فئة تانية ما بتحقنش فيلر والبوتوكس بقولهم ماسي دوروغولد هيعالج التجعيد بطريقة كويسة جدا التجعيد الخفيفة أو الدقيقة أو الفاين لاينز بيعالجها تماما التجعيد العميقة ومش عايزين نحقا بيحسن الشكل بنسبة كبيرة جدا فدي حاجة مهمة جدا فيه ناس بتستخدم حقن فيلر والبوتوكس واستخدمت ماسي وبعد ماسي قلت لي خلاص أنا عملت الحقنة بس أنا هكمل على ماسي مش هرجع على حقن تاني فدي ميزة حلوة أول برضو في ماسي دوروغولد والميكوب بما أنه في ناس كتير من اللي بتبعاتلي فاكرة أنه هو يعني ميكوب أو حاجة مشتقى من الميكوب هل هو لي علاقة طيل بشوف كده هو ده كريم أساس هو يا جماعة مش ميكوب ولا هو كريم أساس ده كريم علاجي يعني احنا منعالج البشرة الميكوب انت بتداري لكن ما بتعالجيش بالميكوب انت وانسانك غسلت وشك كل المشاكل بتبان ماسي دوروغولد مش ميكوب ولا هو فاونديشن ولا هو كريم أساس احنا ممكن لو عايزين نستخدم ميكوب نضغط ضغط على وشنا بنعمل بيه حفاء يعني قبل الميكوب بنحافظ بنختراق البشرة للميكوب لكن ماسي دوروغولد مش ميكوب ماسي دوروغولد منتج تجميلي علاجي وقائي ملوش علاقة بالميكوب إطلاق طيب ويستخدم يوميا يا دكتورة دين يعني هو قصد هو كورس علاجي يعني لازم نمشي عليه مش وإحنا خارجين خروجة نحط نستخدمه مثلا أو إحنا معرفش إيه حد جاي لنا نستخدمه مش بتاع يعني إيه ده علاج لازم يتاخد كل يوم يومنا يمكن آه في بنات كتير بيحبوا شكل البشرة ولما بتحط بيحطوه فبنات كتير قبل ما بتخش بتروح جامعة صباح بيحطوا ضغطتين على بشرتهم بدل ما يحطوا ميكوب فهو بيجمل الشكل جدا لكن هو أهم من التجميل هو علاجي فلو حطناه مرة واحدة بس عطوه بنصح بالليل لأن سرعة استجابة البشرة بالليل بتبقى أعلى كتير من الصبح لأن ماسي درو جولد متصنع بطريقة النانو يعني نانو بارتكلز البارتكلز كلها صغيرة وزي ما شايفين يا يومنا على الشاشة دي طريقة استخدام ماسي ماسي طريقة السهل الممتنع يعني من يضغط 3-4 دقطات يوميا على كاف إدينا وبنوزعه على الوش كله تحت العين طبعا انت شايف النظارة الفضيعة التحفة من البنت البنت غسلة والشهد ده تأثير ماسي من أول دهنا يعني يمكن كتير بيسألوني طيب إمتى هنشوف النتيجة هنشوف النتيجة دي On the spot الخدود تحمر كده طبعا وردية وتعمل وردي كده طبعا دي أول النتيجة لكن نتيجة التجعيد نتيجة البقع الهالات السوداء أي علامات تتقدم في السن بتشوف يتحسوا ملحوظ أكيد من أول شهر وكمان بتعتمد عن استجابة البشرة للتانية يعني ممكن بشرة تستجيب أسرع فبتلاقي تعالجت النمش سيدة من أول شهر ممكن بشرة تانية وده شفتوا من العملة اتعالج النمش من بعد الشهر الرابع حسب استجابة البشرة للتانية يعني في نهاية الكورس هيبقى المشاكل كلها تحلت أه طبعا في نهاية الكورس انت تشوفي الكورس بيكفيك على الأقل ستة شهر استخدام انت من الشهر الخامس خلاص انت بتشوفي كل الحاجة تمام وتعالجت وهتلاقي نفسك فعلا ناضي على شكلك هتلاقي نفسك مع الاستخدام كمية المكياج اللي بتتحط ومش هتبقى تتحط وهتلاقي كمية كومنتس وتعليقات طبعا مش عايزة اقول لكم انت حلوتي كده ليه شكلك متغير طب انت عاملة ايه ومش هارفة ايه بصوا انتوا هتحسوا يعني ايه مش هتقدروا تحكموا على نفسكم الناس اللي بتشوفكم هي اللي هتحكم عليكم ده ده فعلا مش قادر اقولك بيبقوا طيرين ازاي يعني كتير منك من العملة الستات اقول لي انا مش قايلة الجوزي هشوف بقى هو هشوف الاختلاف ولا لأ فلما بعد شهرين بتقول لها انت فيك حاجة متغيرة فطبعا نتيجة وفيدباك رائع عندي سيدة بتشتغل بتقول لي انا مش قايلة خالص في الشركة عنتي ان انا باستخدم ماسي بس يا دكتورة دينا بعد شهر انت فيك حاجة محلوية ايه وشك منورة كده بقيت منورة كل يوم بتيجي الشركة فطبعا الفيدباك هايل وعلى طول بنصح اي حد هيعمل دايت جامد لازم يستخدم ماسي درجول سواء سيدة او رجل لان الدايت بيبقى جسمك حلو جدا بس يقولك ايه بس وشك بان عليه التعب كتير بنشوف ده مسي درجولة كله فيتامينز ومينيرلز ودهب وكافيار يقدر يعوض لك الفقد التاع الحاجات دي لان انت معا الدايت الجامد كمان بتفقدي لبيدز من على برشتك هو مش كزا حاجة هو ازازة واحدة هي كورس كورس ازازة واحدة 120 ملي ما فيش في الشركة عندنا عبوات صغيرة علشان لازم تخدي كورس كامل طب يا دكتورة دينا عايزين عبوات صغيرة العبوات صغيرة هتدي نظارة انا عايزة كل علامات التقدم او شركة ماسي فارما عملت المنتج في ست سنين ابحث عشان ما فيش ستة تشتكي منها خايفة من العمر يعني طبيعا كنت كل سنة بتقلقي شوية يعني اي سد بتقلقي يعني ايه ده انا النهاردة عشرين سنة تمام بعد الاربعين خمسة واربعين بدأت ايه انا هيبان عليها مع ماسي لا خلاص انسي يعني عمل عندنا من خمسين وستين سنة بينزلوا ويروح ويجوش ويعملوا شابين ويروحوا النادي بجد مبسوطين جدا بنتيجة ماسي وماسي مع كل الاعمار يعني مش بس الصغيرين في السنة لا عندي سيدات تمانية وخمسين سنة وستين سنة بيستخدموا ماسي وبيكرروا يعني على طول اقول لو مش عايزين نكرر انتي بتحتفظي بالنتيجة بتاعت ماسي لكن عندي عمل كتير ما شاء الله لا انا عايز اقرر انا مبسوطة وعايز احافظ على النتيجة فدي حاجة يعني هو مش مش لازم يفضل مستمرين عليه طول العمر يعني لو هو عمل نتيجة وتعج وخلاص بس لا يعني انتي طبعا اوكي بس نحافظ يعني مش خلصنا ماسي وكل يوم قاعدين في الشمس لا نبتدي نحط واقي الشمس اكسادة وشك كويس جدا وفعلا نتيجة ماسي دورو جولد على طبق اللونج يعني اللونج ترن بيقعد فترة طويلة جدا معاك طيب هنروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجان والهايلورونيك أساد والسرمايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من دورو جولد ستبدو مرخص من حكومات صفحة وصفة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يمكن يا دكتورة دينا شفنا في التقرير إنه لكو كذا فرع في كذا مكان مش مثلا كذا فرع في مصر ده كذا فرع في كذا بلد مختلفة عن التانية عملتوا كده ليه بقى؟ طبعا لازم أقول للسادة المشاهدين إنه ماسي دورو جولد منتج إيطالي الصنع في قرية شركتنا الأم متواجدة في إيطاليا شركة ماسي فارم إيطالي مقرها إيطاليا عندنا فروع في معظم أنحاء العالم أول حاجة شركتنا في مصر فرعينا في مصر ماسي فارم إيجيبت مقرها قاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جولف مقرها جبل علي دبي الإمارات شركتنا التانية في دبي ماسي فارم جولف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات وإن شاء الله قريب لسه يعني ما فتحناهش بس إن شاء الله قريب هنفتح في أمريكا لأنه يمكن كتير على السوشيال ميديا بيسألوا فرقم في أمريكا عايزين الرقم وهو عند الكونستراكشن يعني تحت الإجارة فوأنتو بتوصلوا يعني ممكن لو حد برى مصر عادي إحنا بنوصل لجميع أنحاء العالم فقط من خلال الأرقام الزهر على الشاشة كل الأرقام دي أي حد في جميع أنحاء العالم بيكلم على أرقام الزهر على الشاشة بنوصل في جميع أنحاء العالم ووصلنا فعلا يعني كل بلد في أوروبا وصلناها عن طريق برضو الأرقام اللي ظهر على الشاشة دول الخليج وأمريكا نفسها كتير عندنا عمر عايشين في أمريكا برضو بيتكلموا عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة فأوردي هنوصل لجميع أنحاء العالم من ساعة طلب الأوردر ماكسمم من 3 إلى 5 يام ده لو في جميع أنحاء العالم جوه مصر وصلنا في جميع المحافظات ما فيش محافظة فعلا ما وصلناش فيها ماسيدوروغولد القاهرة بتوصل في نفس اليوم اسكندرية بتوصل في نفس اليوم المحافظات القريبة لو محافظة بعيدة شوية ماكسمم 24 ساعة عشان عندنا خط السعيد كله كمان آه سعيد عندنا خط السعيد كله والزأزي والشرقية والمنوفية وطنطة وسكندرية كله كله ومرصة مطروح كمان مبارح كان عندنا عمل كتير في مرصة مطروح فمنوصل في جميع الحياة العالم وأي حد برضو لازم أنوها إنه مش موجود في الماركت فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة وصفحاتنا اللي على السوشيال ميديا كمان طيب دايما بنقول للناس ما تشتروش حاجة إلا إذا كانت مرخصة وده هيكون أكبر ضمان لكم إن الحاجة دي مش هتأذيكم أو الحاجة دي هتكون نفعة أو الحاجة دي كويسة لأنه الترخيص ده معناه إنه يعني ما هي معدتش بالساهل لا دي تدرست كويس وتعمل عليها اختبارات وتجربت علشان تطلع كمنتج لساهد المشاهدين ما سي مش بس حاجة واحدة لما تدينه الترخيص ده تلات أماكن تلات أماكن أول حاجة بقول وزارة الصحة المصرية واخدين ترخيص وزارة الصحة المصرية واخدين ترخيص الاتحاد الأوروبي وكمان واخدين ترخيص الإمارات الحكومة الدبي يعني مترخص من تلات جهات تلات جهات أخذوا عبوات عشوائية تمامة من ما سي دورو جولد حلوها لقوها مطابقة لمواصفات لقوها فعلا بتعمل 6 actions المكتوبين على العلبة وملوش أي أعراض جانبية خالص ماسيد رو جولد مناسب لجميع الفئات يعني سيدات رجال وجميع أنواع البشرة جميع الأعمار ابتداء من 18 سنة الستات الحوامل بنصح باستخدام ماسيد رو جولد من بعد الشهر الثالث فهو ملوش أي أعراض جانبية اتلاقر ولا أي side effects كل البشرات تقدر تستخدم ماسيد رو جولد البشرة الدهنية بيعمل معها نتيجة طحفة البشرة الجافة فيه أكتر من 10 ingredients مرتبطة للبشرة البشرة العادية وحتى البشرة الحساسة ما تخافش إطلاقا من ماسيد رو جولد والبشرة الدهنية طبعا البشرة الدهنية أصلا هي دهنية هي بتعمل طبقة دهنية فبيسألوا أنا لما استخدم كريم كمان على بشرتي مش هيعمل لي زيادة لا إطلاقا ده ماسيد رو جولد أولا البيز بتاعه أكوة مية مش lipids مش oils فما بيسيبش أي جريز ريز دي على السكن تاني حاجة أن البارتيكلز بتاعت الإنجريدينز كلها نانو بارتيكلز يعني الدهب والكولاجين وكل الإنجريدينز متكسرة خالص فبتقدر تخترك السكن بريل ما بتسيبش أي جريز ريز دي على السكن فطبعا دي من أهم ميزات ماسيد رو جولد إن هو مش أويلي إطلاقا هو مش ماسك عشان فيه ناس كتير بتفتكر إن هو ماسك بيتحط مثلا ويتشال أو إن هو غسول مثلا ده بتسئل كده يعني في ناس كتير بتبعاتلي كده طريقة استخدامه إزاي وهل أنا أستخدم مثلا بالليل أفتح يعني حاجات بتبع تفاصيل بسيطة نسمح مهتمة بيها بطريقة فضية ماسيد رو جولد كريم بيتحط أي حد هستخدم ماسيد رو جولد بيخسل وشه بالغسول الستة أو الرجل والمناسب لبشرتها وبعد كده بنستخدم ماسيد رو جولد وما بيتغسلش لأن فعلا كتير بيسألوني نخسر بعد الساعة ما بيتغسلش أنت بتحطيه وبتنامي بيه الصبح التسحي من النوم هتلاقي ممكن شوية جولد على البشرة بتخسلي وشك عادي طب بيقولوا هو كده تشرب ماسيد رو جولد يوميا البشرة تمتص من ماسيد رو جولد خمسة في الماء من الماء يعني يوميا بيتمتص القدر الكافي علشان كده بقول مش بكتر ما نحطش عشر دغطات مش بكترها يعني عطوه بقول ماسيد رو جولد منطق قيم وغالي وكل مكوناته قيمة فما نستخدموش بطريقة مش صح يعني يمكن فيه ناس كتير تقولي احط خمستاشر دغطة يمكن يعمل مفعول خمستاشر؟ كتير قوي لا 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 طبع فهو ده هادر البرودكت ماكسموم أربع خمس دغطات ده ماكسموم وبيتحط على البشرة وخلاص البشرة تمتص منه يوميا خمسة في الماء من الماء ونحس بقى بالنتيجة يا دكتورة دينا على طول يعني لانه فيه ناس كتير همنحقوهم من هما يسألوا طبعا هنحس بالنتيجة امتا هلاحظ الفرق امتا فيه ناس كتير ما عندهاش مشاكل بس وشها مجهد او مثلا ممكن تبقى عروسة هتتجوز كمان شهرين ثلاثة فاهماني؟ فدور كلهم عاوزين يعرفوا النتيجة نتيجة ماسيد روجود النظارة من اول الاستخدام لو فيه تجاعد او بقع بتشوفي نتيجة وتحسن من اول شهر الاول بس انا بحب قدي رينج زي ما اقولت على حسب استجابة البشرة للتانية لان هي مش قاعدة يعني كل بني ادم مختلف عن التانية فبقدي رينج بنشوف نتيجة من شهر لثلاثة اربعة شهور من استخدام منتج ماسيد روجود طيب فيه ناس كمان بتقول هو انا ممكن استخدمه على الاماكن اللي فيها مشكلة بس يعني مثلا هقولك حاجة لو واحدة عندها هنا بس تجاعد في الحتة اللي هي جنب العين دي تستخدمه بس كده ولا يستحسن انه الوش كله يبقى فيه ماسي لو زي ما قلت يومنا لو فيه حتة مدقيقة هي تركز على الحتة دي لكن لازم على طول اقول ماسيد روجود تحط على الوش عشان انت مش بس عايزة تعالجي الرينجز اللي هنا انت عايزة تبقى حلوة تبقى قمر تبقى عندك هارزمة وتحافظي على بشرتك يعني ممكن هي عندها مشكلة هنا عندها مشكلة هنا بس مش باينة بنعلم مجردة فعلى طول بنصح ان احنا نحط ماسيد روجود على الوش كله وعلى الرقبة عشان نستفاد من ماسي في كل الوش والرقبة ونركز في الحتة دي يعني احنا نحط نقاطين عادي تحت العين مهم قوي ان هو طبطابة رايح جاي وعند الحتة الرينجز دي لكن طبعا عطوه بقول لك ماسيد روجود ما يبقاش عندي ماسيد روجود في البيت ومحطوش على بشرتك وعلى الرقبة كمان او على الرقبة دي الرقبة دي مهمة جدا والرجال كمان لازم يستخدموا ماسيد روجود عندنا رجال قريدي كتير يعني من جميع المحافظات ومن جميع الحال العالم بيستخدموا ماسيد روجود ومبسطين من نتيجة جدا رجال يمكن فيه فئة معانة من رجال ما بتحب يشتح الفيلة الروبوتوكس فاشافوا كريم يقدر يعليق لهم التجايد من غير حال رجال كتير بتشتكي من الهالات السوداء والبقع ماسيد روجود دي عمل طفرة كبيرة جدا مع الرجال ايضا مش بس السيدات اللون البشرة بيفرق في النتيجة؟ لون البشرة طبعا ماسيد روجود ومناسب لجميع انواع البشرة يمكن بيقولي الموضل بيضة احنا قريدي جبنا الموضل السمراء وشوفنا النتيجة بشرتنا احنا امحوية اكتر مش قادر اقولك على البشرة الامحوية بيدي لك يجنن ازاي المناسب جدا لبشرة السمراء بس مش يخلي السمراء بيضة يعني مش يخلي وشها ابيض وجسمها اصمر هو بيوحي دون البشرة لنا تعرفي فكرة التفتيح عندنا مسيطرة على دماغ بعض الناس فهي عاوزة تفتح يعني درجة او اتنين فده يعني بيحصل ازاي؟ هو ممكن تكون السيدة او البنت والشها مطفي من الاكريبة ممكن انتي كل يوم بتتعرضي التراب بتتعرضي التلوث اصلي الناس تقولك فرعا انا غمقيت انا ما كنتش كده صح صح فده اه انا مصدقة انه ده بيحصل لانه التراب والميكوب والشوائب والشمس وانتي وقفة بتعملي اكل والشمس اه ده بيغمائك طبيعي بيغمائك طبيعي اه ميسيدورجولد كمان يمكن ما قلتش النهاردة ان هو بيشتغل ازا ديتوكس بيشيل بيفلتر الوش بيشيل كل السموم التوكسنز الشوائب الامبيريتز منع البشرة فقردي انتي بتفتحي يعني ممكن تكون هي تقولك انا سمريت هي الاتريبة والحاجات دي عاملالها غمقان في البشرة فقردي بيشيل كل كل كلام ده وبتفتحها طبعا بتنور يعني مهمة اول يقول السمار بيبقى حلو جدا بس يبقى البشرة صفية وحلوة وما فيهاش الوان مختلفة يعني ميسيدورجولد بيعمل يونيفايسكن مش بس البشرة البيضة اللي بيبان فيها الوان البشرة سمرة برضو بيبان فيها بقعة اه طبعا بيبان طبعا والمنطقة دي كان حد سألني عليها برضو اه طبعا المنطقة دي والحتة دي كمان كتير عند البنات ميسيدورجولد بيعالج كل الكلام ده وبيخلي فعلا البشرة يونيفايسكن لون واحد انا بشكرك دكتورة دينا على وجودك معي النهاردة مرسي يا يومنا ضفتي العزيزة دكتورة دينا ابو الصعود اي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي هتزهر على الشاشة قدام حضراتكو دلوقتي تقدروا تتواصلوا معي من خلالها وتبعتولي كل اسئلتكو ان شاء الله ان شاء الله اقدر اجاوب على كل الاسئلة الحلقات كمان كلها موجودة على اليوتيوب بنقابلكو يوميا تلات عصرا والاعادة تمانية صباحا واثناشر مساءا اشوفكم بكرا ان شاء الله انتم في احسن صحة وفي احسن حال كنت معكم يومنا طولان سلام عليكم ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجهة لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اسد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة مصدرات المشكلة أكثر مأه shitty are the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. Masey doro gold , mناسب للرجال والنساء. Masey doro gold , مناسب لجميع أنواع البشرة. Masey doro gold is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The masy doro gold can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد، مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد، مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد، خالي تماماً من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد، من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه، لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من دورو جولد، ستبدو مرخص من حكومات، صفنة وفرم ماسي دورو جولد، أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي، ومقرها سان مارينو، إيطاليا ماسي فارم إيجاب، ومقرها القاهرة، مصر ماسي فارم جايف، ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا، ومقرها فلاديلفيا، بنسلفينيا ماسي دورو جولد، أحد منتجات ماسي جروب ماسي دورو جولد، سركيا، مشالكتماد ومقرها أمريكا، وقرها، وماسي دورو جولد، ستبدو، ستبدو حينسي، وفرم المترجم للقناة المترجم للقناة